السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف وهذه أهم 77 ثانية في عالم التقنية آخر يومين أبدأ أول شيء بأبل، تم إعلان رسمياً سماعة جديدة منهم تكون مع الأيربودز وليس خريفة للأيربودز هي الأيربودز برو هذه السماعة في إمكانية عزل الضوضاء، أيضاً الصوت المحيطي، إمكانية مقاومة الماء والعرق بدرجة IPX4 وأيضاً الحافظة تكفيك لأربع ساعات ونصف من الاستماع وخمس دقائق من الشحن المفروض أنها ستعطيك مدة طويلة من الاستماع أيضاً تتوفر بيوم 30 أكتوبر وحسب موقع أبل، هذه تكون خيار ثاني، ليس خيار وحيد يعني عندك أيها الأيربودز العادية أو أيها الأيربودز برو أيضاً بشكل رسمي، تحديث 13.2 سار متوفر للمستخدمين حقين أجهزة الآيفون 6S وفوق ستقدر التحدث إلى 13.2 سيكون هناك بعض الإصلاحات على الجهاز، سيكون هناك إمكانية Deep Fusion لسلسلة الآيفون 11 وبعض الإمكانيات الأخرى سيتم إضافتها أو تم إضافتها مع حاجتين مهمة أول شيء، بعد أن تمام التحديث، سيأتي لك صفحة التي ترونها أمامكم هذه الصفحة تقول لك هل تريد تشارك تسجيلات الصوتية التي تفعلها سيري مع نفس فريق التطوير؟ هل لديك الخيار أن تقول إيه أو لا؟ وهذه هي المسألة التي تحدثت أول من تسجيلات لسيري لناس، فقط سيري أخرى سجلت لهم أصوات وغير محادثات فهنا لك خصوصيتك تختار شيء الصحيح لك كخيار الأمر الثاني، التحديث وضح لنا أن هناك شيء اسمه AirTags قادم ما هي AirTags؟ نفس مسألة Tiles، القطاع الصغيرة التي تضعها مع مفاتيحك أو حفظك في شنطة السفر مثلاً وتستطيع تتبع نفس الشنطة، ولكن هذه تعتمد على شريحة H1 التي طورتها أبل وقد رأيناها في مؤتمرهم وضعها كأحد الخصائص الموجودة في آيفوناتهم الجديدة ما هي الخاصية الأساسية؟ أن البحث المحيطي سيتمكن من خلال الآيفونات، ليس فقط من خلال شبكة الواي فاي وأبراج الاتصالات فإذا كانت موجودة في مكان ما، فالآيفونات المشاركة في المشاركة الموقع ستقدر تساند في العثور على التاكس ونرى المنتج النهائي عندما يعلن سيكون مثل هذا أو لا وبما أن هذه السماعات الأساسية، أكيد اخترت لكم مجموعة متاجر إلكترونية وقارنت لكم سماعات على أساس أن ترى الخيار الأنسب لكم ودائماً قيموا احتياجاتكم قبل كل شيء نهاية الفيديو وكل فيديو لم يطولناها سبع سبيل ثاني، ولكن أشياء مهمة سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، اشتركوا معنا، أعطونا اللايك، سواء اللي تبغوا، والله يسعدكم يا رب العالميون، نراكم على الفيديو